معرض القاهرة الدولي الكتاب ضيف الشرف في السنة دي هو المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف حاضر بكتب بدور نشر بفعاليات بندوات وزيرة الثقافة الأردنية كانت متواجدة من اللحظة الأولى اهتماما بهذا اللقاء اشتركوا في القناة موسيقى الأردن هي بيت الشرفي مع الكتاب معنا ومع حضراتكم معالي وزيرة الثقافة الأردنية دكتورة هيفاء النجار أهلا بحضرتك جناح الأردن السنة دي مختلف صحيح ومن اللحظة الأولى كنت متواجدة وبدأ الحماس الواضح على وزيرة الثقافة الأردنية حتى من قبل بدء المعرض صحيح أنا شخص حماسي بالتأكيد جناحنا احنا ضيف شرف في جمهورية مصر العربية واحنا منحب مصر كتير احنا ضيف شرف فكان هذا مهم بالنسبة لنا استقبال معرض القاهرة الدولي وهو من أهم معارض الكتب بالعالم للأردن المملكة الأردنية الهاشمية لتكون ضيف شرف وفي مرحلة مهمة من حياة وتاريخ بلدنا الأردن فالجناح لازم يعكس يعكس رؤية مستقبلية للمملكة الأردنية الهاشمية ولكن هذه الرؤية المستقبلية تنطلق من جذور المملكة الأردنية الهاشمية وضمن المبادئ الوطنية الأردنية وباحتفالية للعلاقات التي تربط بلدينا على مدى التاريخ بالإضافة للعلاقة الخاصة اليوم التي تربط جلالة الملك عبدالله الثاني ولي عهد الميمون مع فخامة الرئيس السيسي على مستوى السياسي التنسيق الكامل على كافة المستويات وإحنا علاقتنا الشعبين علاقة كما قلت استثنائية إحنا بالأردن منقول مصر أم الدنيا كبرنا على مصر أم الدنيا هذه أورفة مصر بهذا الاسم في كل الدنيا فجئنا بفكرة أن المعرض هناك تحول حقيقي تعيش المملكة الأردنية الهاشمية نحن ضيف شرف الانطلاقات الأولى كانت أننا نسعى في وزارة الثقافة لتقديم الثقافة من ضمن مفهوم التصميم أن الإنسان مسؤول عن مستقبله فابتدأنا بالجناح من نقطة أنه تصميميا مختلف عن كونه معرض كتاب فقط فيه كتب اخترتوا تصميم متميز تصميم بشكل جميل ونحن اليوم في كل مشاريعنا التربوية بدنا نخلق عند الإنسان المتعلم أنه قادر على التصميم فيه مدرسة مهمة جدا وهي مدرسة التعلم من خلال التصميم أن يفكر الإنسان بقدراته على تخيل مستقبله والعمل من أجل المستقبل فالتصميم كان مبدع قدمنا الأردن بمعنى ماضي الأردن تدخلي على المعرض بشكل وكأنك داخلي على البترا على السيق ولكن تدخلي على السيق ومثما تجد أمامك العالم اللوحة الإلكترونية التي قدمت في المعرض لوحة إلكترونية يستطيع الزائر خلال 10 دقائق خلال 12 دقيقة أن يقف أمام هذه اللوحة الإلكترونية ويقبض على السردية الوطنية الأردنية ويطل على مناطق المملكة الأردنية الهاشمية شنوب شرق غرب بخلال 10 إلى 12 دقيقة ولكن أيضا يستطيع من خلال شاشة أخرى أن يتأمل بعمق بشخصيات لها أثر في حياة المملكة الأردنية الهاشمية ضمن ومضات سريعة ومضات ثقافية سريعة تطلي على كاتب على شاعر على فنان على كاتب قصص الأطفال على كل ما يتصل على كل ما يتصل بالصناعات الإبداعية هو جناح ثقافي سياحي فني الجناح لم يقتصر على فكرة الكتب فقط الجناح المملكة الأردنية الهاشمية يعني أنه لم يكن يمثل وزارة الثقافة فقط وإنما كان قدم الشراكة ما بين مؤسسات الدولة الرسمية وزارة السياحة التنمية ودائرة تنشيط السياحة أمانة عمان معنا ففي علاقة كانت كبيرة بين مدرية التراث الديوان الملكي العامر كان لدينا كمان المجتمع المدني أهم مؤسسة ثقافية في المملكة الأردنية الهاشمية المؤسسة عبد الحميد شمان معنا أردنا أن نطل على كل ما يتصل في المشهد الثقافي الأردني وضمن أيضا فهم جديد للمشهد الثقافي الأردني أن الثقافة لم تعد تعيش بأزلة كقطاع منعزل الثقافة نحن نؤمن بالثقافة بإطارها الأفقي عشرتي معالي الوزيرة إلى تلك العلاقات ما بين مصر والأردن اللي بالتأكيد لا يمكن أن نقتفي أثرها لأنه أثر أزلي يعني إنما عندما نتكلم عن علاقات الثقافية الأردنية فدي ممكن الرجوع لها لبعض السنوات لما نتكلم على تبادل ثقافي لما نتكلم على وزراء ثقافة عرب في فترات الخمسينات والستينات يعني في تاريخ من التعامل الثقافي الرسمي أو التعاون الثقافي الرسمي ما بين مصر والأردن إذا عم نحكي عن المئوية الأولى من حياة المملكة الأردنية الهاشمية نحن كان الملك المؤسس على علاقة منذ البدايات في العائلة المالكة في جمهورية مصر العربية الملك فؤاد ملك فؤاد نعم سيدتي الملك فؤاد أبو فاروق وعلى مدى السنوات دائما الأردن كان عنده ثوابت أساسية وهو الهوية الثقافية الوطنية الأردنية ولكن لها بعد قومي فالأردن ما زال يحترم ثوابتها الوطنية ومن هنا حفظنا على هذه العلاقات الثقافية مع مصر وباحترام شديد للمصر كرمز للثقافة للوعي الثقافة بناء وعي الثقافة حوار الثقافة مثقف ومثقف يتبادلان الحوار يتجادلان تأثير وتأثر تأثير وتأثر قيم عقلانية لها علاقة بالتفكير النقدي بالتفكير التحليلي برؤيتنا لحياتنا فلسفة منطق فكان دائما هناك حوار فكري والجامعات المصرية بدون أدنى شك كانت تستقبل المثقفين الأردنيين وخرجت العديد من المهنيين والمثقفين الأردنيين ولكن أيضا نحن نؤمن أن السردية الوطنية الأردنية سردية يمكن للعالم أن يتعلم منها ويحق لنا كأردنيين أن نعتز بهذه السردية الوطنية والتي هي تأسست على فكر على رؤية على ثقافة على حبنا للشعر وللحوار وعلى علاقاتنا المتينة مع الدول العربية وعلى احترامنا الكبير لجمهورية مصر العربية كمنارة فيما يتعلق بالعلم والثقافة والشعر والموسيقى الأهم اليوم بهذه المرحلة التاريخية أننا نتوافق تماما في علاقتنا مع وزارة الثقافة المصرية على أن الثقافة لم تعد بعزلة الثقافة ليست فقط مشروع مسرح الثقافة تقع محرك خفي للتنمية الاقتصادية الثقافة محرك أساسي في مجال الأمن الاجتماعي والسلم الاجتماعي اشترك في بقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش وبقات سنوية بتبدأ من 150 جنيه